في ضروب الخير اجتمعت قلوب رحيمة وتشابكت أياد كريمة قلوب آمنت بالعمل الإنساني سبيلاً لتحقيق العدالة الاجتماعية لتكون عوناً لكثير من المحتاجين والمحرومين والمهمشين في فلسطين مشاريع خيرية وإغاثية مساهمة في تحسين الظروف الاجتماعية والصحية والثقافية بالإضافة إلى تعزيز التكافل الاجتماعي في المجتمع رسائل يسطرها المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتاة من أجل صمود أبناء الشعب الفلسطيني جديد الجهود كان في إطار دعم ومساندة الأسر الفلسطينية ومساعدتها في الحفاظ على ترابتها حيث أعلن المركز الفلسطيني للتواصل الإنساني فتاة ختم مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب الثالث الذي نفزه المركز في قطاع غزة خلال عام 2019 مشروع علاج العقم وأطفال الأنابيب الثالث في غزة إنجاز رحبت به رئيس مجلس إدارة فتاة جليلة دحلان وهنأت الأهالي المستفيدين من المشروع الخيرية وعلى نفس الضرب تواصل دولة الإمارات العربية الشقيقة دعم في قطاع غزة دعم تتنوع مظاهره بين منح مالية وتنفيذ مشاريع اثثمارية وخيرية حيث وجه المركز تحية حب وتقدير للشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح في دولة الإمارات العربية على دعمه ومساهمته الكريمة جهود حتيسة من أجل تعزيز صمود الشعب الفلسطيني ومساعدته على النهوض بنفسه ليواجه قصوة العيش وقهر الاحتلال